السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن بعد فتح مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية سلم عشره كما نعرفه فعدد المناصب 350 منصب كانت بعد إجازة في الإيكونومي بشيطر في الكونكور من بعد ما اجتازه الكتابي فهذا بعلنه على الناس اللي غاد اجتاز الاتبار الشفوي والاتبار الرياضي كم مادرنا مع إدارة السجون وعلى كثرة الطلب على هذه المباراة فهنا سأعطيك الكتابي من A-Z وعندك حتى اختبار رياضي كيف يتوزه من A-Z وكيف يتوزه يعني في أحسن الأحوال وكيف يتكلم على المباراة بش أنك تقدر يعني تنجح في هذه المباراة أو أنهم يعيطوا لك يعني لهذه الوظيفة المباراة الجمارك كما نعرفه فمفتشي الجمارك هي من يعني من الأضمين اللي زوينة وزوينة بزاف اللي بريم ديالها وعريم بزاف أي حجم كنت من الوزارات المالية ووزارة اقتصاد والمالية فيقي يكون في هذه المباراة زوينة بزاف فأنت تقدر تعيش عبلي المباراة والصالحة ديالك أما مهم يعني الصالحة ديالك يبقى لك الخدمة زوينة وزوينة بزاف ده بغضي نبدأ أولا وقبل كل شيء بالاتبار الرياضي الاتبار الرياضي كما كان عارفه فهذا هو الإعلان أعطي رجعوله كما تعرفه في اختبار الكتابي المعامل دياله ثلاثة يعني والاختيبار الرياضي المعامل دياله فقط واحد أما الاختيبار الشفاء في المعامل دياله جوج ولكن أي واحد من هاته يجبتي فيه نقطة إليميناطواء فأنت تقصى فأنت تقصى مباشرة مثل هذا أنا أقول لك لا يقبل جديد اختبار الرياضي إلا يمترشح على نقطة تزاوم من 12 على 20 على الأقل في اختبار الكتابي يعني باش دوز الاختيبار الرياضي فأنت تكون جبتي كتر من 12 على 20 الناس اللي تحطو اللي ليستيالهم فأنا يعني ناجحين وتطع لائحة ديال المدعوين للجهاز الاختيبار الشفاوي يعني والاختيبار الرياضي فهو ما جابوا كتر من 12 بالنسبة الاختيبار الشفاوي الرياضي فأنتم غنت تجازوها في نفس النهار يعني شنو خاسك جيب معك خاسك جيب معك شهادة طبية يعني شهادة طبية وخاسك جيب معك يعني اللي سيجي اللي سيجي هو الالكترو كارديوغرام كتبشي عند أطباء ديال القلب باب ديال القلب وكتقول له بغين ديال اللي سيجي فأنتم تدير ذلك اللي سيجي وكي يضمنوا واحد الواتيقة هذه الواتيقة يعني كما تشوفينها ها هي يعني هذا الناجحين في اقتبار الكتابي مباراة 26 مع 24 فأنتم كما تشوف فهنايا خاسك جيب معك شهادة طبية من طرف عصائي في مرض القلب وشرايين تتبيته يعني مقدرة على مزاولة النشط البذاني وكذلك لسيجي لسيجي والالكترو كارديوغرام هذا الالكترو كارديوغرام هو التخطيط ديال القلب ومعاه يعني تقرير ديال الطبيب أنك في صحة جيدة وأنك قادر تجتاز الاختبار الطبي أو أنك قادر على ممارسة الرياضة كذلك تجيب معك بدلة رياضية وحذاء رياضي بدلة رياضية بحكم أنك في الصيف فأنا نزحكم بالشورط الشورط العادي في اجتياز الاختبار ما غيرهدوش معك عليه والشورط حاول تشوف شي شورط اللي كبير تشوف الشورط اللي صغير يعني اللي غيرعيق الحركة ديالك أو سروان الكتمة اللي واسع واللي تقدر تمرس به الرياضة في أمان وسهلا فهمتك 1500 متر هي ما سهلش وما صعيبش 1500 متر وحد المسافة اللي يجي في الوسط أو السيطة فأنت إلا قدرت يجتاز فأنت يعني البيزوطاج أو يعني الشارل اللي يجتازه يعني كيكون نقضام شباسكاري فأنت غالي تكون مزيان وما بغيينش بناء دم يمشي التماء وفي البيزوطاج يعني اباندوني ولا في البيزوطاج ما يقدرش يجتاز اختبارات الطبيعية أو ما يقدرش يجتاز الأيام الرياضية اللي كتكون كتيرة فأنت قدرت لكم ما بعد ما تبشي يعبرو الطول يعبرو الوزن وما إلى ذلك يقرأ هذا الطبيب ويجعل لك ضغطة إذا كنت كل شيء باخير فهو يعطيك الفوضة أنك تجتاز الاختبار الرياضي فأنت اليوم أنت حتو فقط الاختبار الرياضي الاختبار في الحلقة إن شاء الله قادمة إن شاء الله كما نعرف إلى المترشيحين لمباراة توضيح متيجة الجمارك الدرجة تانية أن علي محضور إلى محاد تدريب الجمارك الكائن بشارع قوة المسلد الملكية طريق رقم 13 رابط بالمحمد ومن سليمان الساعة السادسة صباحا نحن إلى إحدى المقبولين لاختيار بعد نجاح في الاختبار الكتابي وذلك الاختبار متعلق بالرياضة يشمل 1500 متر كما سيتم في نفس اليوم إجراء الاختبار يعني الناس الذي نجحت في الاختبار الرياضي الاختبار الرياضي سيتكمل فهمت سيتكمل 1500 ستنجح إذا كمتي 1500 ستنجح بالنسبة 7 دقائق و10 ثواني يعني كحد أقصى بالنسبة للبنات فهموا 10 دقائق هذا هو الوقت الذي كافي ستعرف تقسم الجهة وكيف تجري لا تتعين لا تبدأ بالزربة لا تبدأ بسرعة إلا لأن كنت هذا الإنسان الذي لم يكن في العنطره ف كما قلنا هذا معك short لك وما إلى ذلك 28 في الشهر الناس تجري الاختبار لا أستطيع الاختبار فيديو ف كنا الناس ستجري غدا وكنا ستجري بعده كنا الناس ستجري في الشهر في 3 أو 4 في الشهر يعني كما يقول لك الناس بزاف لك تجتاز هذه المباراة 350 منصيف في المباراة يعني أو يعني تباري هو صعب بزاف فأنت كلما كنت إنسان سبورتيف ووحد النصيحة نصح لك بل يومين ما تدير تجهد بداني ما تخرج جري لا بقى يومين ما تخرج جري 3 يام ما قدر نصحك وليقي جري خفيف 4 4 يومين نهار ويرتاحتك 3 يام أما بقى يومين 3 يومين لا تنزحك على رأسك حيث كورة يفرز لصيد لك العضالة ستجمع في الوقت الذي ستجري ستحس أنك مرتاح بالنسبة الطريقة التنفس أو طريقة الجري أثناء التنفس نحن نأخذ الهواء من نيف ومن ثم في نفس الوقت وأثناء الإشراج نحن نخرج من نفس ومن ثم لا تنزح التكنيك فأخذ التكنيك العادي لأنك تتخل منك وتخرج من فمك وتلقى بعض الصعوبة ومن ثم ندخل الهواء في صدرنا بل ندخل الهواء في الكرش الوقت التي تنفس نحاول أن تنفس من البطن تقدر تقلب كيفية تنفس من البطن وهي طريقة اللي وعر وليس تجعل تنفس من نفس وتخرج من ثم تتبقى قريبا جزء من ثانيا أنت تكون حابس فيها النفس لأنك تدخل لك تخرج بينما إذا كنت تنفس منهم بجوجه وتساف الهواء البطن فأنت تبقى ديمة أب ديت يعني ديمة تبقى الهواء الداخل وخارج في نفس الوقت فأنت ما توقف ما يكون شهو وقوف بين تنفس فبالتالي سوف يحرق تحسن النغذة يعني من تحت الجنب وستطيع تحبس نصيحة فرق الجوه نصيحة لا تبدأ بأحد جيد بالزرب إذا كنت مجموعة تجري نصيحة واحدة جري على قط نصيحة واحدة لا تخرج إلى وقت ثلاث نصيحة واحدة أعرف كيف تنفس من البطن ديالك تقلب كيف صحيحة أثناء الجري أو طريقة تنفس من البطن هي مهمة بزاف تعين أنا أعطيك داب الفيديو ها هي هدي واحد واحد طريقة اللي غا تنفعك بزاف 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 غا تنفعك بزاف باش أنك تجري باش أنك تدير أي رياضة باش أن الجسم ديالك يبقى يعني مليء بالأكسيجين أثناء الثركية أو أثناء ممارسة أي ناشاط فانت الجسم ديالك يبقى عامر بلوكسيجين فبالتالي ستقدر تعطي كثير وما ستفرز رصيد لأكسيج كبس أو بطا طريقة التعليق أو رئة ليس الاثنين موجودين على بعض لا كل رئة تبقى مكونة من عدة حجرات بنسميها لوبز لحدة أصغر بنسميها سيجمنت فالرئة كلها عبارة زي حجيرات كتير جدا جدا جواها بتكون جزء السفلي من الرئة ده بيعمل لي مشكلتين أول حاجة أن الجزء السفلي من الرئة عندي بيبقى ما بيستخدمش بطريقة كافية فبالتالي بيبدأ الالستيست بتاعت أو الطاعة لكي أنك عندك أستك ومش بتستخدمه في بدء مع الوقت يفقد المرونة بتاعت ايه فوايد الطريقة بدي بالزاعة من التنفس الجزء السفلي من الرئة بتريب تنشط رئة كلها ده حسن أن أنت منتبع حسن أن تفايل أكثر تاني حاجة التمرين دوت ممتاز جدا لعينيين عندهم حسن المواضع دوت ابدأ تنفس بالطريقة دي ممتاز جدا الخطوات عشان نبدأ نعمل التمرين بطريقة صحيحة اليد على البطن ايدك اللي على بطنك هاي اللي ترتفع اكتر من ايدك اللي على صدرك ومعنى أن انت بتحاول تنفق بطنك زي البلونة عن طريق النفس اللي انت اوضه من منخيرك وبعد كده الخطوة التانية بنبدأ نعمل شفايفنا عشان الحرف او وبعدين نبدأ نخرج الزفير بتاعنا بالروحة جدا ونعيد مواحد لخمسة برضو زي ما بس ناخد بالنا جدا انه منزق بعمل الواضح ده غلط انت كده طلعته بطريقة قوية او مهم انتم الطريقة يعني ديل التنفس هذي طريقة واعرة باش ان ان يبقى عامر بروكسيجان يعني انت غ تستعملها يعني تدخل الهواء كمية كبيرة لو تخرج بكمية كبيرة وتحاول انك تخزي الهواء في البطن باش وانت كتجري ما تحاول بذلك الاعلم الاعلم السوء يعني لهذا ولكن عندك شيء فقط دام ولا شيء هاجف انت هتعاني شيء شوية ونصيحة ما تقولوش بزاف باش ما تهداش واندي معك شيء ما كلا في الشانطة ديالك حاول تفتر مزيان وتما تحاول تغلق تحاول تاكل بزام تشرب اشياء مخلط كذا باش تقدر تجري ابقى ما تجري هذا فانت كولو خضر حتى تكسى واندي تدخل الشفاوي ديالك ان شاء الله في صحة جيدة وانت ان شاء الله في امان وسلام توفيق للجميع هذا ما كان فيديو بقى بسيط لطريقة التنفس وكيف تجهز الارتباع الارتباع الف بخص مئة ان شاء الله هتكون مزيان رمشي شاجة لك تخلع الارتباع الارتباع يكملها الوقت لها عطينك وقت كافي سير مقتنع بفكرة انك تكملها مش مقتنع بفكرة انك مخلوع فالخلعتها هي غد زد ضعفك وغد زد ترطك الور كان هذا اول الفيديو ترجع لايك سابسكرا اي واحد بتعرف يهم هات الفيديو عندما سنشاركم شكرا لكم وإلى اللقاء